بسم الله الرحمن الرحيم إنما التصفيق للنساء أيها الأعزاء هل نأخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التصفيق للنساء أن التصفيق للرجال حرام؟ أبداً هذا الحديث جاء في الإذن للمرأة المسلمة إذا صلت مأمومة وقد أخطأ الإمام وأرادت أن تنبهه من خلف الصفوف أن تصفق بيديها ليسمعها الإمام إن أخطأ في القراءة أو في الصلاة فيراجع خطأه وفي الصحيحين جاء في الحديث مرابه شيء في صلاته فليسبح أي ليقل سبحان الله فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء وفي حديث آخر التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أي داخل الصلاة إذن أيها الأعزاء الحديث جاء في شأن التصفيق في الصلاة ولا دلالة فيه على منع الرجال منه خارج الصلاة وقد قال العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله إن التشبه بالنساء إنما يحرم فيما يختص به النساء وهذا ليس كذلك وبعضهم احتج أن التصفيق عادة غير إسلامية وتقليد غربي نقلناه عنهم وقالوا نحن منهيون أن نتشبه بغير المسلمين والجواب على ذلك أيها الإخوة والأخوات نعم نحن منهيون أن نتشبه بغير المسلمين ولكن فيما هو من خصائص دينهم أو ما يتعبدون به أما ما كان من شؤون الدنيا فلا مانع حقيقة أن نقتبسه منهم إذا لم يشتمل على محظور شرعي أو مفسدة شرعية وعليه أقول لا أجد في نصوص الشرع من القرآن والسنة ما يدل على منع التصفيق كما دلت عليه النصوص القولية والمواقف العملية للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وما ذلك إلا لحاجة الفطرة الإنسانية إلى شيء من الترويح يخفف عنها لأواء الحياة وقسوتها وتشعب همومها وأعبائها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته